يوم ماطر وحالة جوية مبشرة فحالة عدم الاستقرار الجوي التي تنحسر الليلة أدت إلى هطول مطري في معظم المحافظات وتشكل السيول التي غذت السدود الجافة انقطع الانحباس ونزل المطر حالة الفرح بالهطول المطري عمت مختلف المحافظات استبشاراً بتجاوز حالة الجفاف وتعويض الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وانحسار مخزون المياه وكعادة الأردن مع الأجواء الماطرة كانت البنية التحتية التحدي الأبرز السيول تشكلت في عدد من المناطق مع وقوع انهيارين سخريين على طريق ذيبان الموجب الكرك تسببا بإغلاق الطريق مؤقتاً وفي إربد التي استقبلت كميات كبيرة من الأمطار خلال اليومين الماضيين تحولت ساحات السوق المركزي إلى بركة من الوحل أعاقة الحركة في المكان في كل عام في بداية الشتاء من البنية التحتية لأرضية السوق المركزي حيث تتراكب كميات كبيرة من الأتربة والطين والانزلاقات بتعيق حركة السوق وبتعمل السوق مكرهة صحية زي ما انتم شايفين عنا كل يوم بفوت عنا خمس ست سيارات بين ملفوف وسبانا وبندفع للبلدية لتبعون البلدية بوخبر رسوم منها ما يقارب الثلاث أربع تلاف دينار ومع تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المواطنين إلى التعامل مع التحذيرات الصادرة عن الجهات الحكومية بجدية جدية الحالة الجوية انتهت مساء الأحد بمخزون أولي مبشر من مياه الأمطار وتطلعات لمنخفضات جوية مقبلة محملة بأمطار الخير على امتداد فصل شتاء ما زال في بداياته